موسيقى تمكنت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة والترقية الصادرات خلال العشرين يوما من شهر رمضان من حجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بطن وستمائة وتسعين وبقيمة تقدر بتسعة وثمانين فاصل ثلاثة عشر مليون دينار جزائرية وذلك في الفترة الممتدة من الثالث والعشرين مارس إلى غاية الحادي عشر من الشهر الجاري الحصيلة الإجمالية للمحجوزات قدرت بأكثر من مائة مليون دينار جزائري مع اقتراح الغلق الإداري لثمانمائة وسبعة وثمانين محل تجاري فيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت أساساً في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك وانعدام الرقابة الذاتية فاد فرع البنك البريطاني HSBC في الجزائر عن استعداده في تمويل مشاريع الاستثمار في ظل تحسن مناخ الاستثمار وقدرت الجزائر على احتلال مكانة مهمة ضمن مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي على وجه الخصوص وجاء ذلك خلال استقبال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفداً عن فرع البنك البريطاني HSBC في الجزائر يقوده الرئيس المدير العام جيمس فيلدر وتم خلال هذا اللقاء عرض مختلف الخدمات وعروض التمويل التي يقدمها البنك وهو أكبر بنك في أوروبا لفائدة المشاريع الاستثمارية وكذا استعداده للترويج الأمثل للفرص الاستثمارية التي تتوفر عليها الجزائر عبر شبكة البنك الدولية ويعتبر البنك الاستثماري البريطاني البنك الأجنب الثالث عشر الذي حصل على اعتماد في الجزائر كما يعتبر أول بنك في القارة الأوروبية بفضل قيمته في البورصة التي تعادل مائة وستين مليار يورو ويصنف في المرتبة الرابعة عالمياً في البورصة وحاضر في اثنين وثمانين بلداً ويتعامل مع مائة وخمسة وعشرين مليون زبون عبر العالم واقع وآفاق التعاون بين الجزائر ومختلف منظمات الأمم المتحدة هو محور اللقاء الذي جمع وزير المالية العزيز فيد بالمنسق المقيم للأمم المتحدة بالجزائر الوزير قدم الخطوط العريضة للإصلاحات المعتمدة على مستوى دائرته الوزارية لا سيما ما يتعلق بالإصلاح الميزانيات المعتمد الذي يندرج في إطار التزامات الجزائر على أساس أجندة 2030 للأمم المتحدة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة كما دعا الوزير ضيفه إلى استفادة قطاع المالية من خبرة الوكالات الأممية للتنمية من خلال الدعم التقني وتعزيز القدرات من جهته أعرب المسؤول الأممي عن جاهزية منظومة الأمم المتحدة في مجملها لتقديم كل الدعم للجزائر لا سيما من خلال إطار التعاون الاستراتيجي الجديد المعتمد مع الجزائر للفترة 2023-2027 افتتح القرض الشعبي الجزائري بالجزائر العاصمة ثالث فضاء خدمات رقمية له في إطار عسرنة خدمات هذا البنك العمومية وتحسين نوعيتها التي شرع البنك في تنفيذها والتي تتضمن أيضا العديد من المشاريع المهيكلا مثل تطوير النشاط النقدي والنظام المعلوماتي الجديد للبنك وسيتم الوصول إلى 20 فضاء رقمي تابع للقرض الشعبي الجزائري في نهاية السداس الأول للعام الحالي هذا الفضاء الرقمي المجهز بشباك آلي وموزع آلي للنقود ذوي القبول المزدوج للبطاقات المحلية والذهبية والدولية حيث تسمح بسحب النقود والاطلاع على الرصيد أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما وفي وقت سابق الجمعة كان المجلس الدستوري قد سادق على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية ولا سيما على البند الأهم فيها والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما ما آثار السياء المعارضة والنقبات التي تعهدت لاستمرار في محاربة مشروع بات رمزا لولاية ماكرون الثانية وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون رافضين في الوقت ذاته عدد من البنود الثانوية من الإصلاح كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار تعتزم الصين بناء قاعدة قمرية في غضون خمس سنوات تقريبا بدءا من الحجر المصنوع من تربة القمر وهذا بعد أن أرسلت الصين عددا من المسابير إلى القمر وبانت محطتها الفضائية الخاصة كما أنها تتطلع للوصول إلى المريخة حيث تتنافس مع الولايات المتحدة على وجه الخصوصة لتكون أول من يتمكن من الوصول إلى المعادن والموارد الأخرى الموجودة بعيدا عن الأرض وأشارت الصين في وقت سابق إلى أن قاعدتها القمرية ستعمل على الأرجح بالطاقة النووية حيث ستشمل مركبة هبوط وقادوسا ومركبة مدارية ومركبة متجولة ارتفعت ثروة الملياردير الفرنسي بيرنارد أرنو بمقدار 12 مليار دولار أول أمس لتصل إلى نحو 210 مليار دولار بحسب قائمة بلومبرغ للمليارديرات واستفاد بيرنارد أرنو بنتائج أعمال شركة السلع الفاخرة عن الربع الأول من العام الحالي ما دفع سهم الشركة للصعود لمستواقية جديدة بمكاسب بلغت 5.7% مما دفع الشركة إلى دخول قائمة أكبر عشر شركات في العالم بقيمة سوقية قدرها 444 مليار يورو وكانت الشركة المكونة من 75 علامة تجارية فخمة حققت إرادات بقيمة 21 مليار يورو في الربع الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 17% عن العام الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر